اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من موقع شفق نيوز ونقرأ مقالا بعنوان انتهاك سيادة العراق قليميا للكاتب نايف كردستاني يقول فيه تشكل السيادة احدى الاركان الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني كما تعد من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها بنيان وصرح القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة فالسيادة مفهوم قانوني سياسي يتعلق بالدولة بكونها تشكل احد اهم خصائصها وشروطها الاساسية كما انها تعد كذلك من المحددات السياسية والقانونية المركزية لمفهوم الدولة الوطنية فالسيادة الوطنية تعد العنصر الاهم الذي يميز الدولة كالحفاظ على النظام العام والاستقرار في الداخل وحماية سيادة الدولة من التهديدات والاطماع الخارجية ولكن في العراق لا يوجد سيادة بحسب الكاتب السيادة الدائمة هي انها تدوم بدوام الدولة فتغيير الحكومات لا يؤدي بالضرورة الى فقدان او زوال السيادة وعليه فالحكومات تتغير ولكن سيادة الدولة تبقى وتدوم السيادة غير قابلة للتجزئة لانه لا يوجد في الدولة سوى سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة وهذه الخصائص شبه مفقودة في العراق فقد اصبحت السيادة في العراق مخترقة من قبل دول اقليمية ولم تستطع الحكومات العراقية الحفاظ على سيادة العراق من دول الجوار من حيث التدخلات في الشأن العراقي والقصف المتكرر من قبل الحرس الثوري الايراني بحجة وجود المعارضة الايرانية وتارثا قصف مقرات الموساد الاسرائيلي في اقليم كردستان حسب مزاعمهم الباطلة التي لا اساس لها من الصحة انما يقوم به الحرس الثوري الايراني من عمليات القصف بالصواريخ الباليستية على اقليم كردستان وخرق للسيادة العراقية وخرق للدستور العراقي والقانون الدولي العام ومن صحيفة صوت العراق نقرأ مقالا بعنوان بعد مضي عام كامل من الذي جناه المواطن من تغيير سعر صرف الدولار للكاتب باسل عباس خضير يقول باسل في مثل هذه الايام وقبل عام كامل بالتمام والكمال صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بجعله 1300 دينار للدولار الواحد وبسبب العمل به والجشع الذي رفقه ارتفعت اسعار السلع والخدمات بشكل كبير ووصلت الى اكثر من 25% عن مستوياتها السابقة بعد العمل بالسعر الجديد وبدلا من ظهور نتائج ايجابية للمواطن من تغيير اسعار الصرف فان الاسواق شهدت حالة من عدم الاستقرار باسعار الدولار حيث اخذت بالارتفاع التدريجي لمستويات غير مسبوقة فبدلا ان تكون 1320 دينارا لكل دولار امريكي الانها تحولت الى 1460 وتقترب احيانا من 1500 دينار ثم اخذت ترتفع مرة اخرى لتلامس حاجز 1600 دينار وفي بعض الايام وصلت الى 1690 دينارا وقد تمت كل هذه التغيرات في الاسعار رغم زيادة كمية بيع الدولار من قبل البنك المركزي لتتجاوز المليار اسبوعيا الا ان الكثير من المواطنين يشعرون بان هناك غلوا في الاسعار واعباء ثقيلة في تحمل نفطات المعيشة سيما فئات الموظفين والمتقاعدين الذين لم تشملهم زيادات في مرتباتهم تتناسب مع معدلات التبخم والغلاء للإفاء بمتطلبات المعيشة لسان حال العديد من المواطنين يقول ما الذي تمت الاستفادة منه من تغيير اسعار الصرف سؤال وجيه ونقرأ تقريرا من شبكة 964 بلاس جاء بعنوان لا احد يريد خروج امريكا بعداوة حتى طهران في المقابل قال دبلوماسيون غربيون لصحف واشنطن فاست ومحطة سي بي اس قبل اسبوع قالوا ان قرارا مفاجئا بالانسحاب من العراق بطريقة مذلة لن يكون بصالح رئيس جو بايدن الذي يخوض حملة انتخابية للظفر بولاية ثانية وتقول الشبكة حتى اكثر المحللين قربا من قوى الاطار التنسيقي وضع دعوته لخروج سريع للقوات الامريكية تحت قيد العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبغداد وحمل الحكومة مسئولية تقليل الاضرار المحتملة من الانسحاب يعتقد خبيراني ان ايران نفسها لا تريد خروجا عدائيا لواشنطن من العراق لانه ورغم نفوذها الكبير في العراق تريد ان تتركه يتنفس بعلاقة مربحة مع الامريكيين لا شك ان الحكومة ترغب ببقاء العلاقات والامتدادات الاقتصادية مع واشنطن في المقابل لا شك ان بقاء القوات الامريكية يشكل الضرر الاكبر على العراق بسبب عمليات الاستهداف المباشرة التي تهدف الى فرض الهيمنة الكاملة على القرار السياسي والامني في العراق كما ان مسألة الانسحاب في هذا التوقيت حديث للاستهلاك المحلي العراقي من دون تنفيذ فعلي على الارض على الاقل في المدى المنظور وطهران تريد العراق تحت سيطرتها وان يبقى لديه علاقات جيدة مع واشنطن لتأمين الكثير من المنافع والفوائد لان خلاف ذلك سيحول هذا البلد الى نظام منشق عن العالم وسيعامل كما سوريا بشار الاسد في المقابل فان العراق ليس فيه دولة مركزية شديدة تتحمل العقوبات الدولية او العزلة سينهار النظام سريعا لهذا السبب تلعب ايران دائما بالورقتين داخل العراق دولة ممانعة او مقاومة ودولة صديقة للولايات المتحدة الامريكية نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا افتتاحيا يتناول احتمالية التوغل البري الاسرائيلي في مدينة رفح بفلسطين المحتلة جنوب قطاع غزة وعنونت الصحيفة المقال بعنوان من الصعب ان نصدق ان الحياة يمكن ان تصبح اسوأ بالنسبة للفلسطينيين في رفح ولكن كل الدلائل تشير الى ان ذلك سوف يزداد سوءا وتطرق المقال الى الوضع الانساني الصعب في رفح حيث اصبحت الملاجئ غير قادرة على استيعاب الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي اثنين مليون وثلاثمائة الف نسمة هذا العمل المحتمل سيفاقم الكارثة الانسانية وستكون له انعكاسات غير معلومة في المنطقة وذكرت الصحيفة ان الاحتلال اعلن انه لم يقتل سوى ثلاثين بالمائة من اعضاء حماس وعددهم عشرة الاف معتبرة ذلك انجازا نسبيا بالنظر الى خسائرها البشرية وتظهر الاحصائيات التي تقدمها الصحيفة ان عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الاسرائيلي بلغ سبعة وعشرين الفا من بينهم احد عشر الف طفل واكثر من ستة وستين الفا أصيب بجروح وتنقل الصحيفة تقارير عن دمار هائل في المناطق المستهدفة حيث دمرت البيوت والمدارس والمساجد والكنائس والمراكز الصحية واستندت على وصف احد الشهود العيان في غزة المدينة كأنها قصفت بقنبلة نووية ولفتت الصحيفة في المقال الى صعوبة تقديم المساعدات الانسانية في الشمال بسبب القتال المتواصل وتحذر من ان الهجوم البرية على رفح يشكل تهديدا لقطع خط المساعدات الانسانية نهائيا حيث تعتمد هذه المساعدات على المعبر الحدودي المصري ومن صحيفة الانبندنت نقرأ مقالا بعنوان ايران وامريكا وضروضة العودة للتواصل للكاتب حسن فحص يقول فيه بت من الضروري لقيادة نظام التفكير في اهمية اعادة ترميم هذا الخط من اجل ابعاد شبح الحرب ويضيف الكاتب فتحت العملية العسكرية التي قامت بها القوات الامريكية على مراكز ومقار تابعة للحشد الشعبي في العراق والفصائل الايرانية الرديفة في سوريا قبل ايام قال انها كلها مجتمعة فتحت جدلا مختلفا ومن نوع جديد داخل الاوساط الايرانية خاصة بين جماعة نظام من جهة والنخب السياسي المعترض على تفاصيل واختار آليات عمل النظام داخل الاقليم من جهة اخرى وتعتقد نخب ان ما قامت به الفصائل والرديفة لا يصب بمصلحة ايران بل في توريطها بمزيد من الازمات والمشكلات خدمة لمصالحها الخاصة التي لا تصب بمصلحة طهران عيدا عن الخسائر الايرانية في صفوف مستشاريها العسكريين في سوريا فان طهران تنظر الى الساحتين السورية والعراقية كدور وظيفي في دفع للمفاوضات القائمة بين واشنطن والحكومة العراقية حول انسحاب قوات التحالف واما الدور الثانوي فيمكن تصنيفه بالدور الداعم لجبهتي البحر الاحمر باب المندب والجنوب اللبناني التي تشكلان المسرحة الحقيقية لتبادل الرسائل وهي رسائل يراهن النظام ومؤسسته العسكرية على لعب دور في اعادة فتح قنوات تواصل جديدة بينها وبين واشنطن بحيث تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والوقوع في الحرب وتساعد في التأسيس لمرحلة من تفاهمات مختلفة حول مستقبل المنطقة لا تسمح باخراج ايران من المعادلة الآن نتابعوا اياكم الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء اخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من المفطر تصارع اكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل واساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن احفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الافواه ولن تحبس الالسن فنحن صوتكم تظهر مشاهد الدمار الذي تعرضت له احياء ومناطق كاملة في قطاع غزة تظهر حجم القذائف والمتفجرات التي استخدمت لاحداث مجازر لا تبقي ايا من معالم المكان ومنذ الشهر الاول للعدوان الاسرائيلي كان جيش الاحتلال يكشف عن اعداد مهولة من القذائف والصواريخ التي يستهدف بها القطاع في حين كشف تحليلات عبر الاقمار الصناعية حجم الدمار الواسع الذي لحق بكثير من المناطق والذي سيؤثر عليها لسنوات عديدة واستخدمت صحيفتها اريتس العبرية صورا جوية التقطت قبل الحرب على قطاع غزة واخرى التقطت بعدها للدلالة على حجم الدمار الذي احدثه الجيش الاسرائيلي وصفة المشاهد بانها اشبه بما بعد القنبلة الذرية ومشيرة الى ان الجيش يفرض قيودا على دخول الصحفيين لكن انشاء خريطة للدمار باستخدام بيانات الاقمار الصناعية يظهر ان ما لا يقل عن نصف المباني تضررت او تدمرت والان نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدين الكرام وصلنا الى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الاقلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة